شدد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي على ضرورة عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا لا افتني إلى أن الانخفاض الواضح في عدد الإصابات المصنفة بشديدة الضراوة لا يعني انخفاضا في عدد الإصابات التي تسجل يوميا وقال خلاطي أن استمرار انخفاض عدد الراقدين في المستشفيات يمنح دوائر الصحة والمستشفيات فسحة زمانية لترتيب أوضاعها بشكل جديد وتأدية الخدمات الطبية مع اعتفاضها بردهة وبائية بإشراف وتوجيه من وزارة الصحة